تنفيذاً لتوجهات الرئيس السيسي كثفت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع نظيرتها من الأردن وعدد من الدول الشقيقة والصديقة ضمن التحالف الدولي على مدر أيام شهر رمضان المبارك كثفت تنفيذ الطلاعات الجوية وأعمال الإسقاط الجوي لكميات كبيرة من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العجلة لشمال قطاع غزة كما أقلع عدد من طائرات النقل العسكري من مطار العريش ضمن الجسر الجوي المصري الإماراتي لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات على المناطق التي يصعب وصول المساعدات إليها برا بقطاع غزة كثفت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع نظيراتها من المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة ضمن التحالف الدولي على مدار أيام شهر رمضان المبارك تنفيذ الطلاعات الجوية وأعمال الإسقاط الجوي لكميات كبيرة من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة شمال قطاع غزة وذلك في ظل الأزمة التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيون بالقطاع من نقص في كافة الاحتياجات الإنسانية موسيقى 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 وفي سياق متصل أقلعت عدد من طائرات النقل العسكرية على مدار يومي الثاني والعشرين والثالث والعشرين من شهر مارس الجاري من مطار العريش ضمن الجسر الجوي المصري والإماراتي لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات على المناطق التي يصعب وصول المساعدات إليها برا بقطاع غزة موسيقى موسيقى